لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا أنت أترد بعقل يا حسن أقبل بعقل وده يرد بعقل وده ينكر بعقل يبقى الدين يبقى ونعوبة بين عقل المسا ورحب بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات النقل أم العقل وحلقتنا النهاردة معركة أين الله الجزء الخمسة عشرين وما زلنا مستمرين في نقل وقاءة وأحداث معركة أين الله معنوان حلقتنا الشيخ التوجري يدلس على الإمام التبريح شونا في الحلقة اللي فاتت الشيخ وليدي السعدان قال أن أهل السنة والجماعة بيثبتوا العلو لله وهي الصفة الوحيدة أثبتها الله في النصوص الشرعية بأكتر من ألف دليل وأكد الكلام ده الشيخ وليدي السعدان وقال أن الأشياء تنزل منه فهو دليل على علوه كل دليل يدل على إثبات أن الأشياء تصعد إليه فهو دليل على علوه وفتوى من در الفتوى بمصر قالت فيها أما ما ورد في الكتاب والسنة من النصوص ادل على علوه الله على خلقه فالمراض به علوه المكانة والشرف والهيمنة والقهر لأنه تعالى منزه عن مشابهة المخلوقين والشيخ ابن سيمين استشهد بالو الله الذاتي بآيات كتير ومنها القاهر فوق عباده والشيخ جيل صادق وهو طبعا من الأشعارة فصر القاهر فوق عباده أن الله تعالى لا يسكن السماء ولا يجلس على العشفة هو سبحانه موجود بلا مكان واستشهد بتفسير الإمام الكرطبي وشفنا الشيخ الدكتور علي التوجري بيتفخر أن أئمة أهل السنة عندهم ميزة أنه عندهم العقيدة الصحيحة وقال أن الأشعارة لا يفسرون القاهر فوق عباده أهله وحسين بل معناها أن له الغلبة ويوصل الشيخ الوهابي السلفي علي التوجري وهو بيقول أن الأشعارة ليس بيفصروا الآية على أنها تدل على العلو الحقيقي وأن معنى القاهر فوق عباده أنه هو القاهر لهم على ما يريد وهو عالن عليهم جل وعلا يعني القاهر الحقيقي ويقابله أيضا حقيقي لذات الله أو علو حسين زي ما قال في الفيديو وبعد كده بدأ يأكد كلامه بأدلة جديدة زي ما هتشوفوا حضراتكم في الفيديو اللي جايون نشوف مها بعض كما جاءت بذلك النصوص الكثيرة سبح اسم ربك الأعلى إليه يصعد الكريم الطيب والعمل الصالح يرفعه لكن هذه مشكلة من عندهم خلل في العقيدة تظهر عقيدته ولهذا احرص إذا قرأت في أي كتاب جاءت بك مسألة عقدية لا بد تراجع كتب أئمة السلف اللي يدنهم على العقيدة لألا يدخل عليك شيء وزي ما شفته الشيخ الوهبي استلى في عدد تويجري بيذكر أدلة جديدة تأكد كلامه اللي فات سبح اسم ربك الأعلى وإليه يصعد الكلام الطيب والعمل الصالح يرفعه ويقول إن الأدلة على علوة الله الحس كتير لكن الأشعر عندهم خلل في العقيدة وده هو السبب إنه عندهم مشاكل في فهم النصوص الكتيرة والمحكمة وأطلق صرخة كده زي صرخة الشيخ الأصهر الأسبق الشيخ شلتوت ولينا قلناها لحضراتكم في الحلقات اللي فاتت ونعيد آخر مقطع من الفيديو اللي فات ونركز في كلامه نشوف مع بعض تظهر عقيدته ولهذا احرص إذا قرأت في أي كتاب وجاءت بك مسألة عقدية لا بد تراجع كتب أئمة السلف اللي ذنهم على العقيدة لألا يدخل عليك شيء يعني يا مسلم احرص على عقدتك وعلى دينك إذا قريت أي كتاب وفي أي مسألة عقدية احذر أحسن الأشاعراء اللي هي اللي هم عقدتهم متحرفة يكونوا كده حرفوا العقيدة في الكتاب ده أو زوروها علشان يتلعبوا بعقدة المسلمين فلازم يكون عندك كتب أئمة السلف علشان لما تقرأ الكتب اللي حرفها الأشاعراء لازم تعرف أئمة السلف قالوا عنها إيه في كتبهم علشان ما يدخلش عليك أو ما يدخلش في عقدتك كفر وشرك أو على أضعف الإيمان بدعة ممكن تكون بدعة فيها شرك أو كفر وأي حد يسمع كلام الشيخ الوهابي السلفي على التوجري هيقول إنه هيكون بنفسه أول من يلتزم بالنصيحة اللي قالها في الفيديو اللي فات اللي المفاجئة إلا هنشوفها في بقية الفيديو اللي قايي خلينا نشوف مع بعضها هيقول إيه ولهذا انظروا بالطبري إمام المفسرين يقول المذلل المستعبد خلقه العالي عليهم لا فضفوه رحمه الله نص على العلو وكأنه يشعر ماذا سيقال لو رجعت بذ كثر قاله القرطبي وتبعه الشوكاني أيضا على هذا ونقل نفس كلامه فهذا يدل على أن الله جل وعلا هو القاهر لعباده الذي يقهرهم على ما يريد وهو أيضا عالم فوقهم فوق عرشه بائن من خلقه جل وعلا وشوفنا الشيخ التوجري قال انظر إلى تفسير الطبر إمام المفسرين يقول المذلل المستعبد خلقه العالي عليهم وكأن الطبري كان حاسس ماذا سيقال وبعدها قال كلام خطير قال ارجع لبعض الكتب هتلاقي أن القرطبي قال بلالو الحسي وتبعه الشوكاني أيضا وأنهم نقلوا نفس كلام الطبري وده بيدل على أن الله جل وعلا هو القاهر لعباده يقهرهم على ما يريد وأيضا عال فوقهم فوق عرشه بائن من خلقه جل وعلا ورغم أن الطبري سالة في سني لكن ما قالش بلالو الحسي أو لالو الزتي ودي المفاجأة اللي هوضحها لحضراتكم من خلال تفسير الطبري بنفسه وخلينا هنشوف تفسير الطبري للآيتين 18 و 61 من سورة الأنعام وهنبدأ بالآية رقم 18 من سورة الأنعام القول في تأويل قوله وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير سورة الأنعام 18 يقول لنا إيه؟ قال أبو جعفر يعني تعالى ذكره بقوله وهو نفسه يقول والله الظاهر فوق عباده ويعني بقوله القاهر المزلل المستعبد خلقه العالي عليهم وإنما قال فوق عباده لأنه وصف نفسه تعالى ذكره بقهر إياهم ومن صفة كل قاهر شيئا أن يكون مستعليا عليه فبعنا الكلام إذن والله الغالب أباده المزللهم العالي عليهم بتزليله لهم وخلقه إياهم فهو فوقهم بقهر إياهم وهم دونه وهو الحكيم يقول والله الحكيم في علوه على عباده وقهر إياهم بقدرته وحنا بنلاحظ أن التبري ما قالش لله له حسي أو له ذاتي ما قالش العالي عليهم بذاته لكن قال العالي عليهم بتزليله لهم وخلقه إياهم فهو فوقهم بقهر إياهم نلخص كلام التبري اللي فات في جملة واحدة بسيطة الله الغالب لعباده فوقهم بقهره يعني ما قالش فوقهم بذاته وخلينا نروح للآية التالية لتفسير التبري الآية 61 من سورة الأنعام وهو القاهر فوق عباده قال أبو جعفر يقول تعالى ذكره وهو القاهر والله الغالب خلقه العالي عليهم بقدرته لا المكهور من أوسانهم وأصنامهم المزلل المعلو عليه لذاته نلاحظ أن التبري ما قالش العالي عليهم بذاته ولا عليه حسي ولا حاجة ولكن قال العالي عليهم بقدرته ما ملاحظت أن التبري من أئمة أهل السنة والجماعة الحنابلة اللي هم أئمة أهل السنة والجماعة الوحبية السلفية اللي بيقول عنهم الشيخ الوحيبي السلف على التوجري ودلوقتي هعيد عليكم إزاي الشيخ على التوجري بيأكد أن كتب أهل السنة هي اللي فيها العقيدة الصحيحة قلينا نشوف مع بعض الفيديو اللي قاية سبحان الله أئمة أهل السنة وهذه ميزة القراءة في كتب أهل السنة يقررون العقيدة في بعض الكتب ما أبغى أذكر الأسماء لكن تجدونها الذين هم على مذهب الأشائرة يقولوا ليس وهو القاهر فوق عباده المراد له الغلبة وهذا ليس المراد به العلو والحسي وأن المراد به يعني القهر لمن تحته سبحان الله ما الذي يمنعنا بل له العلو جل وعلا وهو دال القاهر مما يدل على علو الله جل وعلا وهو القاهر وفوق خلقه فهو قاهر لهم على ما يريد وهو عال عليهم جل وعلا هل لئنا فعلا كلام التبري زيما بيقول الشيخ على التوجري هل التبري فعلا ذكر إلى لو الحسي ولا التبري قال هو نفسه يقول والله الظاهر فوق عباده ويعني بقوله القاهر المزلل المستعب تخلقه العلي عليهم وإنما قال فوق عباده لأنه وصف نفسه تعالى ذكره بقاهره إياهم ومن صفة كل قاهر شيئا أن يكون مستعلان عليه دلوقتي أنا هعمل لكم ملخص لحلقة النهاردة شفنا في حلقة النهاردة الشيخ على التويتجر بيأكد لنا أن الأشاعر عندهم خلل في العقيدة ولو قبلتك أي مسألة عقادية لابد أن أنت ترجع لكتب أئمة السلف الذين هم طبعا عندهم العقيدة الصحيحة قال لا يدخل عليك شيئا وعطانا مثل وقال زي مثلا إمام المفسرين الطبري فسطر وهو القاهر فوق عباده أنه قال في تفسيره المزلل المستعب تخلقه العلي عليهم قلنا نروح نشوف تفسير الطبري وكانت المفاجأة أن الطبري ما ذكرش خالص اللي هو الحس لله لكن قال معنى القاهر فوق عباده بمعنى الله الغالب لعباده فوقهم بقهره ودي كانت مفاجأة النهاردة وكتابعوني الحلقة الجاية علشان نواصل الانحرافات العقادية في كتب السنة وألتقي بيكم في حلقة القادمة لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا أنت أترد بعقلة ونقمل بعقلة وديرد بعقلة وديرد بعقلة وديرد بعقلة يبقى الجن يبقى ولعوبة بين عقل المسا اشتركوا في القناة